مساء الخير يا جماعة كل عام وانتو بخير 2021 قربت ان اتخلص وهذا اخر فيديو بالقناة مثل ما تشوفون الفيديو ما في تشاهدون في هذا الفيديو وما في اوبا ويوتيوب ويوتيوب ومن هالامور قلت خليكون الفيديو من القلب للقلب رسمي شوي جدي اتكلم فيه بمواقف سريعة معاكم وليه قلوبكم ونكون يعني خفاف عليكم بهالفيديو هذا ونودع سنة 2021 بسنة ايدي ان شاء الله تكون وايد اخف واحسن من 2021 اول شغلة بيتعرفونها شنو موضوع سالفة يوتيوب ويوتيوب هذه سلمكم الله على ايام قبل اول ما بلجت اليوتيوب كنت انا اقول حياكم الله في قناتي على اليوتيوب بالانجلش كانوا يقولون وهم دائما يقولون يقولون يوتيوب فانا لما كنت اقول يوتيوب فيه ناس يكتبوا لي تحت محمد يوتيوب فعساس ارضي الجميع بيحس الدعابة صارت يوتيوب ويوتيوب وسالفة ان تشاهدون قبل فيديو وغيرها هذا تشويقه وشدي قال حاول كثر ما اقدر ان انا القناتي في اليوتيوب ان انوع اتعب على المونتاج اغير شوي صح انا ما الوم البعض ان شوي عندنا باليوتيوب يمكن الجميع قاعد يلاحظ ان خف الدعم بشكل بسيط عندنا صح مو بشكل بسيط بشكل وايد وهالي اسباب ترجع لان انا سويت شام غلطة من عندي ان انا قطعت كوصا حصيلة هالسنة من الفيديوهات ترى وايد 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 شوية شوية وقطعت وايد وعت فيديوهات معينة قلت ان انا بصور فيديوهات حق ناس محتاجين شذي محتاجين شذاك لكني مو ان اخلفت بوعدي انا اكون صريح معكم يا جماعة اللي صار انه شي واحد صار معاي الا وهو ان انا كنت امر في ظروف اقدر اقول عن هالظروف هذه للأسف انه ظروف نفسية اذا انا بتكلم فيها بصراحة يمكن مريت باكتئاب بسيط بيني وبين نفسي وزني زاد تقريبا وصل الى 20 كيلو 20 كيلو انا زاد وزني بسبب الاكتئاب اللي انا مريت فيه فلا تلوموني ان انا ما قدرت ان اصور وايد على اليوتيوب هذه غلطة الثانية يا جماعة ولان فيه شغلة ثانية وايد مهمة الا وهي ان انا كمحمد فيني طبع ان انا ما اشارك كلمة شاعري نفس غيري من المشاهير او اليوتيوبرز وان يكون والنعم بالجميع اكون صريح ان للناس بشغلة واحدة انا فاتح قناة اساس الواحد اللي ما بيدش يبي شيء ايجابي ما يبي انه والله يدخل يسمع مشاكل غيره لكن احنا بشر مرات نحتاج بعض يمكن هذا الشيء راح اتعلمه بـ 2022 ان انا اذا عندي شيء اتكلم اقول حق الناس لكني امره فترة اكتئاب نفسي ووايد امور تسير عندي واخر شيء انا افكر فيها كمحمد انه لا ما بيعشارك الناس انه بعض الناس يمكن ترقص على جروح الغير تعتبر غلطة لانه بالنهاية كل شيء انا قاعد تعب عليه ما قاعد يطلع لي الدعم اللي انا احتاجه لكن فيه مبدأ علمت نفسي عليه ومشيت على يعني مشيته على نفسي وانا احس اني اقتنعت فيه لو كمثال خمس تالاف شخص شافوا الفيديو الناس يشوفون عدد شوية لكن تخيلوا انتو تحطون هالخمس تالاف هذول في غرفة وحدة وايد ولا شوية وايد عدد كبير هذا العدد يا محفوظين السلامة اذا انا بفكر ان انا والله يكون هذا العدد شوية واستخفي ولا احتاج اكثر بطمع واذا طمعت انا ما رح اوصل فلو انتو تفكرون فيها معاي صح اللي يسوي ويصور ويتعب على شغلة ترى المنتاج ما ياخذ مني دقيقة ولا ديكتين ترى مرات فيه منتاج والله العظيم ياخذ اكثر من الساعتين والثلاث خصوصا مجابة للتليفون وغيره خانكم واقعيين الواحد لما قاعد يتعب على شيء يابي مردود صح لكنتو ما تعلمون بظروف الشخص لانا وايد ناس كانت تكتب بعض التعليقات اللي تجرح على وهي مثل محمد غلطتك ان انت دعمك نزل انزين دعمي نزل انا مو بايديها ما انا انسان انا عندي اشياء قاعد اتعب فيها اشياء ما اقدر اشاطر فيها الناس اذا انا شاطرت فيها الناس معلات ان انا عطيت حق الناس شغلة واحدة سلاح وانا ما احب اعطي حق احد سلاح فهذا سبب اليوتيوب وان شاء الله بـ 2022 انا مفكر بشيء وايد رئيسي واساسي ان كل الفقرات اللي انتو تحبونها ان شاء الله رح نسق لها وقت وارجعها شون رح تلبسني يمكن تشنص شون رح ألبس هذول كلهم لالعاب خلاطة كل شي كل شي كل شي ان شاء الله رح ارجع كثر ما اقدر بس افكر فيها بشغلة واحدة ان انا كمحمد لازم احط وقت لنفسي هرفتو فهذا هذا الشي اللي انا قاعد افكر فيه حق ان شاء الله ازدهار القناة في 2022 انا قصرت ب 2021 هالسنة هذي بصراحة تعتبر اقصى السنوات لي انا كمحمد من ناحية الميديا من ناحية الاصدقاء من ناحية العمل وايد كانت سنة ثقيلة علي انا كمحمد واعتقد ان الجميع مو بس عساس كورونا وكوفيد وغيره لكن لما اي افكر فيها محمد انا كمحمد انا طلعت ناس وايدين من حياتي بهالسنة هذي قررت قرارات كبيرة بحياتي هذي حطيت براسي ان انا اكمل شغلي من بعد قطاعة شهرين ثلاثة شهر ابتعد عن الميديا واوخر هذا الشي كله تعبي لي انا ان تعبت عليه من قبل قاع يروح على الفاضي ولما قاع يروح على الفاضي قاع يسبب لي انا بالنهاية شي واحد ان انا قاع خسر كل تعبي اللي انا استحقيته وتعبت عليه فهالسنة هذي ان شاء الله باذن الله رح تكون غير يعني انا حتى قلت هذا الفيديو يكون رسمي ابعيد عن ان انا ان انا اكون مثل ما يقولون احط الفن والطاقة الايجابية مالتي كمحمد يقول لي انتوا عارفيني عشان اكون قريب من قلبكم سنة تعلمت منها وايد سنة ان شاء الله بتغيرني للافضل سنة كانت ثقيلة علي المتني وايد بصراحة اقول لكم اياه يمكن اول مرة انا اشارككم هالامور هذه لسبب واحد فقط الا وهو ان ان شاء الله السنة الايديدة الفين وعشرين مع اول تغير اللي هو ان انا ثقتي في نفسي رجعت اللي هي ان انا اطيح من وزني عشرين كيلو وفعلا قدرت ان انا كمحمد ان انا اطيح من وزني عشرين كيلو عشان ارجع ثقتي في نفسي هذا الشي اللي مخليني انا اقول يا محمد خلص it's time it's time هذا الوقت ان انا ارجع محمد اللي الناس تعرفني فيه مو بس الناس يتعرفني حتى لنفسي انا كحياتي كمحمد مستحيل انا بظل على طمام المرحوم على قولتهم وافكر فيها انه والله بس حق الميديا وغيرها اللي عارفوني ومتابعيني من زمان يدون ان انا الميديا لها قدر عندي صح لكن حياتي الشخصية والاشخاص اللي انا احبهم في حياتي وهم اللي لهم القدر فيني انا كمحمد ومستحيل انا احط براسي شي واحد الا وهو اني انا بس افكر في الميديا فعشان شذي هالسنة هذه ان شاء الله اللي اهيها 2022 راح تكون حقي انا غير يمكن الفيديو هذا انتم مو متعودين يعني حتى بالقناة اخر فترة كلمة تعود على طاقة الايجابية مني انا كمحمد لكن حاليا الشي الوحيد اللي قاعد افكر فيه انه انا اكون زيادة على طبيعتي وسوي الشي اللي انا مقتنع فيه لان اي واحد يبي يتعب على اي شيء وهو قاعد يسوي رحيلة بالنهاية تعب اللي هو يبي سواء كان في الميديا او بحياته الخاصة وحق كل اشخاص اللي انا طلعتهم من حياتي ب2021 روح بلا ردة ما بجامل ما رح جامل خلاص وداعا للمجاملات انا صريح من عمر صريح وزادت صراحتي ولنفسي اقول محمد شت حيلك زيادة ويور قول عمرك لا تفكر من بعد هالسنة هذه ومن بعد اليوم ان انت تنساها وبس هذا اللي انا كنت حاب ان اختم فيه سنة 2021 معاكم على قناتي في اليوتيوب ما رح اقدم اي شكر لشخص واحد بكومنت يطلع الشاشة شكر للجميع لكل من استمر من بداية مشواري في اليوتيوب او من يوم عرفني وهو ليلحي مستمر معاي شكرا دائما لكم يا جماعة سويتوا سبسكرايب للناس اليدد عطيتونا لايك دعمتونا في كومنت بقول لكم شكرا هذا كله يعززني انا ليه جدا ان انا اكبر شغلي وارفاع زيادة وفوق كل هذا يا جماعة احط براسي شغلة واحدة رئيسية واساسية الا وهو انا قاية ما بقى قط بدليات وقطيت بدلية بس قلت ما رح اعيد هالفيديو لانا قاية يطلع كله كلام من القلب كونوا انتو عيشوا حياتكم بي هابي كأول مرة اهو قليل منكم شايفني بهالموت هذا لكن اقول لكم ياها بصراحة انا كمحمد الحين هذا كلام من القلب لكم انتو فيه اشخاص معينين السريع بس بقولهم شكرا من القلب ما بيانسى احد لكن هالاشخاص فارضين نفسهم في قناتي عدل مع كل دعم يكتبونه حتى لو كلام بسيط ميمي منال الشهري ستار اوركيد ثلاث سيكونز والمزيدي ومنار السيد انتو الاشخاص انا ما قاعد انسى اي كومنت انتو تكتبونه لانكم فعلا عرفتوا تحطون بصمة حقي انا كمحمد دييغو فعلا على تعبي وشغلي اتمنى اني كنت خفيف عليكم هالفيديو كل عام وانتو بخير حبي نيو يير وان شاء الله استمر معاكم في هذا المشوار اللي هو مشوار السوشال ميديا واليوتيوب وكل شيء نشوفكم ان شاء الله بالسنة الاديدة اللي هي ان شاء الله باتر وراح اكون ان شاء الله في دبي لكن اكيد مجهز لكم فيديو متصور من زمان احساس ينزل بالقناة وما اقطع عنكم اوكي اوكي يومكم سعيد وهابي نيو يير و cartoon for parties everyone and you well you the you the 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 you the for the you the